متى نزلت دمعتك وبكيت بعيدا عن الكرة؟ بكيت كثير لما كنت صغير بكيت كثير بكيت لما غادرت صغير بكيت مثلك ومثل اي واحد ولكن كبير لما غادرت تليفزيون الجزائري بكيت كثير حتى ولو الله يريح الجنة استغفر الله يا ربي مش عارف اذا ممكن نقول كلام مثل هذا ولكن لما غادرت للجزائر بكيت كثير انو غادرتها كبير وغادرتها وانا عمري ما كنت اتصور او اتمنى ان انا غادرتها مضطر بكيت كثير في البيت لما غادرت وفي المطار وفي الطيارة ولما وصلت فهذه بكيت فيها كثير وفي التعليق بكيت في هدف رياض محرز عمال نيجيريا لانو لانو الظروف هي اللي خلات تعرف لزيل كانت في ذاك الوقت الظروف انو جزائر كانت في حراك وكانت فيه اشياء كتيرة جدا والجزائر كمنتخب كانت بعيد عن المستوى وبعدين لعبنا في مصر انت تفوز بكاس امم افريقيا في مصر مش متل لما تفوز عليها في اي بلد اخر مش متل لما تفوز عليها في الجزائر لانو الجزائر انت مرشح لكن في مصر في بلد كورا وامام جماهيرهم وتحضر منتخبات كبيرة وانت كنت كالمنتخب مهدم وتفوز بذلك الشكل واو كل هذه تخلق مشاعر خاصة جدا تذكر تعليقك على هدف رياض محرز نعم ممكن نسمع منه لا صعب تسمعوا في اليوتيوب انا صعب انني صدقني بانني لا احبذ مشاهدة المباريات التي اعلق عليها صدقني برح اختي بعتتلي مش عارفوا باي مناسبة هي بعتتلي فيديو هدف محرز تحت فيديو هدف محرز وفوقوا واحد من شوارع العاصمة بعض الشباب طلعوا برا ما حبوا ويشوفوا المخالفة ففي نفس التوقيت الشباب هذا كل واحد منها يجري ويبكي ويطايع في الأرض مش عارف ليش بعد تالي رح نسألها ليش بعد تالي